كان يجلس مع أصدقائه في هذا المكان هي ذات الجلسة لكنه أضحى حاضراً معهم بلا فتة وفاته فحيدر توفي بعد اعتقاله من قبل القوات الأمنية بيومين تعذيب وصعق بالكهرباء ظهرت آثارها على جثته عند تخسيله من قبل عائلته ليتبين أنه توفي بسبب التعذيب بحسب قول ذويه عند مشكلة سجدوا الدعوة جدت المكافحة جاءوا أخويا يومين يوم الثالث خابروننا قالوا أخوكم مات رحنا للمستشفي ذبوا بطب العدل رحنا لطب العدل باوان عليا معذب نحن نغسلنا بدينا زين وحيدر أخونا وصاحبنا على كل الحرية نحن نحكي قلبنا على ظهرة زين مضروبوا بظهرة كيابلات ومتكهربوا برجلية زين وهذا ظهرة زين كيابلات مضروب وهذا وجهه بعد زراك هذا وجهه موما الميت موت الله عائلة حيدر حملت الجهة الأمنية مسؤولية تعذيب ووفاة ابنهم في وقت أطقوا نداءات استغاثة لوزارة الصحة والجهات المعنية لعدم ضياء حق ابنهم نحن نريد مسؤولية هذا الضابط ضابط دعوته هو يتحمل مسؤوليته ضابط الدعوة هو مسؤول عنه مني جو أخده الناشد رئيس الوزراء بهذا الشيء نحن الناشد وزير الصحة أن الأوراق ما تلت تلعب به الناشد الكاظمي رئيس الوزراء أن حيدر هذا تأخذ حقه هذا مظلوم وبعد إكمال مجلس العزاء أقدمت عائلة حيدر على رفع دعوة قضائية ضد من عذبه وتسبب بوفاته كما يقولون وتبقى القضية رهن التحقيق بعد رفع دعوة قضائية وبانتظار تقرير الطب العدلي لبيان تفاصيل الحادثة من العاصمة بغدال بدر ركابي التغيير